بسم الله والسلام والرسول الله دلوقتي هزا اعرف الفرق ما بين الكيتون والقلدهايد هاعرفو زي دكتور هما اللي اتنين بيشتركوا في حاجة اسمها الكربونيل جروب القلدهايد تكون في نهاية المركب بمعنى ان الكربوني الجروب لازم يكون متصل بها هيدروجين من ناحية وممكن يتصل بها من ناحية تانية هيدروجينة اذا كان فورميك اسد او اي كربون اذا كان اي حاجة تانية مثال اده سي ده اسمه ايه ده اسمه ايثانال اسمه ايثانال او بيقولوا عليه الاسيتك اسد الاسيتالديهايد تفهم كده اده كربوني الجروب اها متصل بها هيدروجينة من اليمين وموجودة في نهاية المركب اخر كربونة في المركب عبارة عن الديهايد جروب اذا ده الديهايد اما الكيتون الكربوني الجروب تكون موجودة في نص المركب مش بالمعنى الحرف في نص المركب ولكن الكربوني الجروب لازم يكون متصل بها من اليمين كربونة تانية يعني اي القاية الجروب ومن اليسار كربونة تانية يعني اي القاية الجروب خلاص كده طيب اديني مثال على الكيتون ادى كربوني الجروب في النص متصل بها سي اتش سري من اليمين واليقل متصل بها سي تلاتة اتش سبعة من اليسار ده ايه ده الكربوني الجروب اهيه ولكن متصل بها كربوني من اليمين وكربوني من الشمال هل متصل بها هيدروجين ابدا طيب دلوقتي ممكن اشوف السي دابول بوند او اتش بتاعت الالدهايد على شكل سي اتش او شفتيها كده خير وبركة شفتيها كده خير وبركة انت برضو عرفت ان هي الالدهايد في الاخر تمام كده ده الفرق ما بين الالدهايد والكيتون ان شاء الله يكون مفهوم وسهل ندخل بقى على المحاضرة بسم الله دلوقتي احنا عرفنا يعني ايه كيتون ويعني ايه الالدهايد طيب نفتكر كده مع بعض يعني ايه الفا هيدروجين انا قلت اي كاربوني الكربوني الجروب فين موجودة اهيه طيب اذا الكربوني الجروب الكاربون اللي جنبها على طول بنقول عليها الالفا كاربون واي هيدروجين متصر بالكاربون دي بنقول عليها الالفا هيدروجين الالفا هيدروجين دي هي تعتبر اللي هنذكر على سببها كل التفاعلات اللي جايه اول تفاعل هو الكانين زارو ري اكشن الكانين زارو ري اكشن ده بيتم للالدهايد الالدهايد اللي عندها الفا هيدروجين الالدهايد اللي عندها مين الفا هيدروجين بيقول ده الالدهايد اللي ما عندهاش الفا هيدروجين يبقى خلي بالك ده الالدهايد فقط وليس كيتون الالدهايد فقط الكانين زارو ري اكشن بيشتغل الالدهايد فقط تمام طيب زي مين؟ مين الالدهايد اللي ما عندهاش الفا هيدروجين هم حاكتين فقط هم حاكتين فقط علشان تقدر يتعرفي اذا كنت هتعملي كانين زارو ولا هتعملي الالدور ري اكشن الكانين زارو ري اكشن بيتم لي للفورمالدهايد فقط اللي هو سي دابل بوند او اتش و اتش ليه؟ لان الكربونيل جروبة هي هل الكربونيل جروب دي متصل بها كربونة تانية؟ لا اذا لا يوجد فيها الفا هيدروجين او ما فيش اصلا الفا هيدروجين ولا الفا كربون للفورمالدهايد الحاجة التانية انا قلتلكم هم حاكتين بس اللي بيتم فيهم والكانين زارو ري اكشن البنزالدهايد اللي هو سيدابل بوند او اتش فين الألدهايد فين الكربونيل جروب tymaine لالفا كربون PE captured by carbon can 1080 ونفس الكربونة الضبل بوند وكربونة من تحت والكربونة بتاعة الالدهايد إذن الالفا هيدروجين اللي في البنزالدهايد ما عندهاش هيدروجين ولا ألفا هيدروجين هما الاتنين دول الوحيدين اللي بيشتغلوا في الكنزارو ريأكشن طيب إيه اللي بيتم في الكنزارو ريأكشن دلوقتي لو أنا بستخدم اتنين من الفورمالدهايد أو اتنين من البنزالدهايد التفاعل بيبقى اسمه يعني ايه يعني نفس المركب بيحصل له اختزال فيديكي الكحول وانا قلت يعني ايه اكسادة ويعني ايه اختزال الاختزال معناها اضافة هيدروجين اما الاكسادة معناها اضافة اكسوجين ونفس التفاعل برضو بيحصل له اكسادة وبيتحول الى اسد اذا الالدهايد في الكلنزارو ري اكشن اللي هو بيتحول الى الكحول لو حصل له اختزال او نفس التفاعل بيتحول الى كاربوكسيليك اسد لو حصل له اكساد تمام كده قلت ايه علشان هم اتنين بس اذا 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 الفورمالدهايد وادا البنزالدهايد نفس التفاعل نفس المركب مرة هيتحول الى الكحول فهقول CH3OH واكسر الربطة ونفس المركب هيتحول الى CH اللي هي الهيدروجينة اللي هنا و او او تمام كده نشوف مع بعض التفاعل ده بيتم ازاي احنا قلنا ان التفاعل سلف اوكسيديشن ريداقشن يعني اتنين من الالدهايد واحد فيهم بيحصل له اختزال ويتحول الى الكحول واحد فيهم بيحصل له اكسادة ويتحول الى اسد طيب تعالي نشوف التفاعل ده بيتم ازاي الاستيب الاولى احنا قلنا التفاعل ده بيتم في وجود السودام هيدروكسايد وفي وجود الماء دلوقتي دور السودام هيدروكسايد وانا كل اللي يهمني منه هو ايون الهيدروكسيد السلف موجود في الميديا هيروح يعمل اتاك على اول واحدة من الالدهايد ايا كان نوع الالدهايد اللي عندي طبعا احنا قلنا الالدهايد عنده ما عندهوش الفا هيدروجين فقلت اما هيكون بنزالدهايد واما هيكون فورميكاسد هما الاتنين دول اللي ما عندهمش الفا هيدروجين تمام الاقتش هتروح تعمل اتاك على الكربونيل جروب ليه الكربونيل جروب لان عليها بارشال بوزتيفت شارج لان الاكسوجين ساحب الالكترونات نحيته فاللي هيحصل ان الاقتش هتروح تضيف نفسها عند الكربون فالكربون هتكسر ربطة ما بينهم ما بين الاكسوجين علشان تقدر تتحمل الضيف الجديد الربطة لما بتتكسر انا قلت ايه الربطة التساهمية لما بتتكسر اكتر واحد فيهم في الالكترونيجاتيفتي هو اللي بياخد الالكترونات فالاكسوجين اعلى في الالكترونيجاتيفتي من الكربون فاخد إلكترونات الرابطة كلها والكاربون هتعمل الرابطة منين يا دكتورة هتعمل الرابطة بإلكترونات الأكسوجين اللي جاء لها من بره طيب تحول كده إلى حاجة اسمها هيدرايد آيون ده اسمه هيدرايد آيون الهايدرايد آيون ده مازال لسه في OH في الميديا فهتروح تسحب الهيدروجينة اللي موجودة على الOH ويبقى المركب عبارة عن كاربونة متصل بها أكسوجين متصل بها هيدروجين متصل بها أكسوجين بس لأن الأوقتش جاءت خادت الهيدروجينة اللي عندها وطلعت مية ومتصل بها أقر نيجي هنا دور إن التاني مش أنا قلت بيتم باتنين في واحد فيهم لسه ما حصلوش حاجة نكتبه زي ما هو أدى اتنين ألديهايد الألديهايد التاني اللي ما حصلوش أي حاجة يروح الداي آيون ده يعمل ربال ربال يعني إيه طرد طرد الهيدروجينة طرد المين؟ لهايدروجينة والأكسوجين ده بعدما الهايدروجين دي اتنقلت هنا وأصبح المركب ده عبارة عن كاربونا متصل بها أكسوجين متصل بها آه ها هو ده كاربونا متصل بها أكسوجين كسرت الربط علشان تستقبل للضيف الجديد اللي هو الهيدروجينة اللي خدتها من المراكب لجنبه ومتصل بها الهيدروجينة التانية اللي هي القديمة ومتصل بها آر ده بنقول عليه الألكوكسايد آي بنقول عليه إيه؟ الألكوكسايد آي فبالجزء التاني تعال نشوف إيه اللي حصله اللي حصله إن الكاربون دي لما عمل تريبيل طرد للهيدروجينة أصبح عندها نقص في عدد الروابط ماذا إحنا عارفين إن كل الكاربون لازم يكون حواليها أربع روابط فلما فقدت الهيدروجينة دي والمركب التاني خطفها منها أصبح عليها بوزتيفة شارج مين اللي حيدلها إلكترونات وقول لها ما تقلقيش أنا هعمل ما بينه وما بينك ربطة زيادة أي أكسوجينة منه فتيجي الأكسوجينة اللي تحت وتقول لها ما تقلقيش لما دي خرجت وعمل ما بينها وما بينه دبل بونت اللي هي دي والآر الأديمة والأكسوجين الأديم طيب ده اسمه كاربوكسيليت آيون كاربوكسيليت آيون وهو ده البداية الكاربوكسيليت أخذي كل واحد من دول في سطر الكاربوكسيليت في وجود المية في وجود المية أو الـ H3O برضو تعتبر أيون الماء أو الهيدرونيوم آيون هتاخد منه هيدروجينة وتحول إلى OH وتحول إلى أسد أو لو وقفت الحد هنا صح خلص طيب الألكوحل يا دكتورة خد الألكوكسيد آيون وبرضو في وجود المية في وجود المية هياخد هيدروجينة الأكسوجين هتروح تاخد هيدروجينة من المية وتتحول إلى OH وكده تديتك الكوحل تمام كده؟ ده تفاعل الكاننزار تاني الكاننزاره هو عبارة عن اتنين ألدهايد بيتفاعله مع بعض لو كان سيلف اتنين ألدهايد ما عندهمش ألفا هيدروجين فبالتالي بيتفاعله عن طريق الكاننزاره ري أكشن طب إيه اللي بيتم؟ اللي بيتم إن واحد من الاتنين اللي انت أخدتيهم بيحصل له ريداكشن ويتحول إلى ألكوحل وواحد فيهم بيحصل له أكسادة ويتحول إلى أسد شرط التفاعل ده إن لازم الاتنين ألدهايد ما يكونش عندهم ألفا كاربون الحاجة التانية إنه يتم في وجود أسد قوي وهو الصودة من هيدروجسايد وفي وجود الماء طيب بيحصل إيه؟ واحد فيهم أول استب تكوين الضيقان آيون أو اللي احنا بنقول عليه الهايدرايد آيون الاستيب التانية حصول الألكوكسايد آيون أو الألكوكسايد آيون وكل واحد فيهم بيخطف هيدروجينة من أيون مية ويتحول واحد فيهم إلى كاربوكسيلك آيون اللي هو الكاربوكسيلايد والألكوكسايد بيتحول إلى ألكوحل وكده يكون خلص الكننزارو وسهل جدا عرفوا إزاي دكتورة لو جاب لك في التفاعل فورميك أسد اللي هو عبارة عن كربونا واحدة وهي ألدهايد الكربونا نفسها ألدهايد اللي احنا بنقول عليه الفورمال دهايد يبقى لو جالك سؤال وقال لك الفورمال دهايد بيشتغل بيشتغل إزاي عن طريق الكننزارو إيه السبب؟ السبب إنه ما عندهوش ألفا هيدروجين ما عندهوش أصلا كربونا تحتوي على ألفا هيدروجين أو البنزال دهايد أي بنزين متصل بي سي دابل بوند أو إتش أو شفتيها سي إتش أو شفتيها كده خير وبركة شفتيها كده خير وبركة طب ليه؟ لأن البنزين لأن الألفا هيدروجين للكربوني الجروب لا تحتوي على هيدروجين يعني ما عندهوش ألفا هيدروجين يبقى السبب الفورمال دهايد والبنزال دهايد إنهم بتفعلوا بالكننزارو ري أكشن إنهم ما عندهمش ألفا هيدروجين طيب الكروز دي كاننزارو ده النوع التاني من الكاننزارو ري أكشن بس التفاعل ده خاص بالأل دهايد اللي هو الفورمال دهايد بس مش اتنين فورمال دهايد هنا ده هو الفورمال دهايد مع أي حاجة تانية لا تحتوي على ألفا هيدروجين طيب إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا إن الألفا هيدروجين مش موجودة في حاجتين بس إما بنزال دهايد وإما فورمال دهايد طيب الفورمال دهايد موجود وهو الرئيسي أصلا في الكروز دي كاننزارو طيب مين التاني؟ أكيد التاني هيكون البنزال دهايد وليكن الفانيلين أدى الأل دهايد وأدى الألفا كاربون لا تحتوي على هيدروجين يبقى الكروز دي كاننزارو بيتم مبين اتنين أل دهايد مختلفين واللي اتنين لا يحتوي على ألفا هيدروجين بيتفعلوا مع مين؟ مع صودام هيدروجين طيب إيه اللي هيحصل؟ قالك الفورميك أسد الفورمال دهايد هو تلقائي بيتحول إلى أل دهايد هو اللي بيحصله أكسادة الفورمال دهايد هو اللي بيحصله أكسيديشن طيب الجزء التاني هو اللي بيحصله ريدوكشن وانا خلاص حفصت ان كلمة ريدوكشن معناها هحول البينزالدهايد إلى الكحول وهحول والأكسادة خلاص حفصتها انها حول الأل دهايد إلى أسد خلاص